بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الأول من الفصل السابع لمقرر نظم التشغيل في الفصل ده جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه Input Output Management إدارة نظام التشغيل لعمليات الإدخال والإخراج تعالوا نشوف مع بعض دي الموضوعات يا جماعة الأساسية اللي احنا هنشوفها سوا اللي هي هنتكلم في موضوعين أساسيين Input Output Management Overview كمقدمة عن Input Output وهنتكلم عن موضوع اسمه Protection والSecurity برضو موضوع مقدم عنه جميل طب هنتكلم في Input Output Management على موضوع اسمه Device Controllers و Interrupts and DMA والDisk Scheduling والRelability والRate في Protection هنتكلم على Domain Structure والAccess Matrix وهنتكلم على Security وهنتكلم على موضوع اسمه Mailware في الجزء يا جماعة بنتكلم على Input Output System لكن هناخد الكلام ده بس لما نقول لك إيهو الPC Structure من جوه شكله عامل إزاي الشكل قدامك ده يا جماعة بيوضح Structure الهيكل الPC من الداخل طيب بس أنا بس عادة أفكرك بحاجات أساسية إيه هي الحاجات الأساسية إن في مكونات لازم أول ما تشوفها تعرف إن دوت مكون أساسي من مكونات الحاسب لازم زي إيه ما نقدرش الحاسب يستغنع عن البرسسور مش كده ولا المموري معا المموري بقى معها كاش مكان تخزين مؤقت وفيه هه فيه كمان أجزاء أساسية اللي هي مين اللي هي الديسكات وكل ديسك له هه إي دي إي ديسك كنترولر وفيه كمان إيه يا جماعة آآ ما تنساش بقى إيه هو جبته لك في الآخر أو مش كده إيه الإدخال والإخراج الإنبوت والأوبوت زي إيه يا جماعة الإنبوت زي الكيبورد زي ما أنت شايف كده معايا وبيبقى بيتصل ما نسمى بالإكستينشن باس اللي بعد كده بي إيه بيربطوا بمين بالبي سي آي باس أو الباس الرئيس في الحاسب حلو؟ جميل يبقى ده أحد وحدات الإدخال اللي إحنا بنتكلم عنها طيب إدينا إنتا جدتنا مثال دلوقت عن وحدات الإدخال مش كده إدينا كمان مثال على وحدات إخراج زي المونتور الشاشة مش كده طب بترتبط بمين يا جماعة بترتبط برضو بجرافيكس كنترولر متحكم للجرافيكس وبعد كده بترتبط بمين بالسي آي بسي آي باس إذن واضح من الكلام ده كله إن فعلا هو ده الرئيس الحاسب وبتكون من الثلاثة الأساسيين هم مين زي ما اتفقنا البروسيسور الميموري والإنبوت وأوبوت مش كده شباب جميل طيب وفي ملحوظة مهمة جدا في الشكل ده إيه هو إن في واحد أساس بيربطهم كلهم مع بعض هم مين تفتكرين هو مين اللي بيربطهم كلهم مع بعض صح بروف عليك البسي آي باس بيربطهم هم كلهم مع بعضهم يقدروا يتكلموا بعض طبعا يقدروا يتكلموا بعض عن طريق مين البسي آي باس هو اللي بين السيجنز والداتا من ايه من مكان لمكان تاني في الحاسب معايا حبيت بس اديكم فكرة رئيسية عن الستراكشر الهيكل الجوه لمين للحاسب الايه القالي علشان لما جاء كلمك بقى الانبوت والأوبوت تكون انت فاهم الشكل اللي عام ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة